نبدأ أخبارنا من النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي عارفين احنا بنستعد بشكل كبير جدا لمبارات ان شاء الله الترسانة بكرة في كاس مصر في دور السبتاشر طبعا زي ما احنا عارفين كمان الاهلي مش عامل ريكورد على مستوى الدوري بس لكن النادي الأهلي بحقق 32 بطولة كاس بطولة الكاس ايضا من البطولات المهمة جدا للنادي الأهلي بطولة الكاس ان شاء الله دور السبتاشر يعني عندنا مباراة قوية مع الترسانة النهاردة الفريق بيختم استعداداته لهذه المباراة طبعا بعد تدريبات وفايلر عمل محاضرة مع اللعيبة اجتمع باللعيبة وبعد الاجتماع كان فيه زي ما بتقول تمرين خفيف يعني تمرين على النواحي التفتيكية لمباراة بكرة فيه موضوع بيبقى التمرين ما بيزدش عن أكتر من خمسين ديئة دايما قبل المباراة وقبل كمان التدريب كان فيه محاضرة فايلر طبعا متعود يعمل المحاضرة دي مع اللعيبة قبل المباراة بيشرح فيها خطة اللعبة بكرة هتكون ايه الهدف من أكيد من المباراة بكرة طبعا الفوز بها بشكل كويس فكل دو استعدادا لمباراة ان شاء الله مباراة الترسانة بكرة أمام النادي الآلي في دور السبتاشر وزي ما قلنا يعني مباراة مهمة على الجانب البطولي يعني احنا دايما بتدور على السلسية ان شاء الله خلاص الدوري خدناه بدورة الكاس من البطولات كمان المفضلة النادي الآلي زي ما بقولك 32 بطولة كاس للنادي الآلي ان شاء الله بالتوفيق بكرة لفرقتنا في مباراة الترسانة يا رب يا رب ان شاء الله طبعا ريني فايلر المدير الفني النهاردة كان بيعلن قيمة الفريق اللي بستعد لمواجهة الترسانة قيمة الآلي 36 بطولة كاس مصرحة مش اتنين وتلاتين. اه يعني اربعة مش هتفرق وضع محمول يعني احنا عندنا بطولات كتير يحن ستة وتلاتين بطولات كاس للنادي الاهلي. القيمة الاهلي بنفكر بس السادة المشاهدين انها بتضم ياسر ابراهيم آآ محمد محمود عبد المنعم كهربا. محمد فتحي مروان محسن حسين الشحات. آآ 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 محمد مجدي افشا. محمود وحيد. احمد فتحي جونيور اجيي جيرالدو. محمد هاني. محمد شكري عربي بدر ومحمد فتحي. مصطفى شبير. مصطفى شبير وحمزة على اول مباراة لمصطفى شبير بوك ان شاء الله في الكس. يعني انا انا كلمت الكلام ده بوك مبارك. اه طبيعي. احنا قلنا طبعا الشناو محتاج راحة شوية الشناو بي بيقدم مستوات آآ 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 عالية جدا. ويمكن قلنا دايما مباراة الكاس آآ آآ على المستوى. احنا عارفين بايلر برضو تفكير واوروبية لحد الماء. يعني دايما مباراة الكاس آآ طبعا مباراة مهمة ومباراة بطولة. لكن كمان بيدفع بعض العناصر النهاردة او دخل القائمة خمس لعبين تحت السن. انهم مصطفى شبير مع عدم تواجد طبعا الشناوي ده بيدل ان مصطفى شبير بكرة. واحنا عارفين طبعا ان علي لوتيا. وعلي لوتيا طبعا لسه طالع من المسحة طبعا آآ طبعا الحمد الله على سلامته. بس لسه يعني التعافي اللي بشكل. مش جاهز لسه بعيد. طبعا مصطفى شبير من اتمناله التوفيق بكرة مباراة اسمية بالنسباله. وزي ما قلنا كمان. اجايي كمان دخل. يعني اجايي كمان. زي ما الاسبوع اللي فات كان متغيب للاصابة. دخل قائمة الفريق. بعد انها طبعا نشارك فيه المراني الجماعي النهاردة. هو كان عندي شوية اجهاد في العضل شوية اشتكى به. لكن جهاز الفني اطمأن عليه. ودخل قائمة الفريق ان شاء الله النهاردة في معسكر المغرج. وحيكون متواجد بكرة مع الفريق ان شاء الله في في مباراة الترسانة. زي ما قلنا. بايلر بيحاول بقدر الامكان يريح بعض اللعيبة. في اجهاد الاجايي. هيدخل بكرة في القايمة. مصطفى شبير بيرايح طبعا محمد الشرناوي. وده فعلا انا اعتقد ان ده شيء ايجابي جدا. انه اولا يريح محمد الشرناوي. سانيا كمان يشوف مصطفى شبير على مستوى مباراة رسمية في كاس مصري. يعني ده شيء مهم جدا. امكانياته كبيرة جدا. ومستقبل النادي الاهلي. وانا بتمنله فعلا التوفيق ان شاء الله. اكتر عن الاستعدادات. النادي الاهلي النهاردة بيستعد ازاي لمباراة بكرة مع الترسانة. ده اللي احنا دلوقتي هنشوفه في التقرير في البيت الكبير. اختتم الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي تدريباته الجادة استعدادا لمواجهة الترسانة المقرر لها غدا الاربعاء ضمن مباريات دور الستة عشر. وهي البطولة التي يسعى المارد الاحمر لتحقيق لقبها للعديد من الاغراض. على رأسها الجمع بين الثنائية المحلية بعد التتويج ببطولة الدور المتاز والتأكيد على قوة الفريق خلال الموسم الحالي بعدما نجح في تحقيق العديد من الارقام القياسية. وركز الجهاز الفني خلال التدريبات في الايام الماضية على تصحيح الاخطاء التي ظهرت على اداء الفريق زواء على المستوى الدفاعي وايضا الهجومي. وتركزت تعليمات الجهاز الفني لللاعبين على ضرورة استغلال الفرص من اجل تخطي مفاجآت كأس مصر. وهو الامر الذي لن يتحقق الا بحترام المنافس. وبالرغم من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق لسبب الاصابات الا ان الاستعدادات كانت قوية والرغبة في المنافسة على اللقب طاغية على تفكير اللاعبين. لا سيما وان الغيابات جميعها من العناصر والقوام الرئيسي للفريق. وهم ايمن اشرف وعمر السلية للايقاف ورامي ربيع للاصابة بمزق في العضلة الخلفية وعلي معلول بسبب سفره الى بلاده للحصول على راحة لمدة يومين قبل الانضمام الى منتخب تونس. وبلا شك فان مقابلة شواكيش الكرة المصرية مواجهة قوية ومهمة للمارد الاحمر. اكيد طبعا مباراة مهمة ومباراة قوية. اه طبعا نتمنى اكيد فوز النادي الاهلي ووصول الدور التمانية.